أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة عن الإعراب كنا قد تحدثنا في محاضرات سابقة عن البناء وأنواعه ومواضعه في الإسم وفي الفعل وفي الحرف اليوم نتحدث عن الإعراب تعريفه وأنواعه فتعريف الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل آخر الكلمة أثر ظاهر علامة إعرابية تظهر أو تقدر في نهاية الكلمة بسبب عامل قد يكون مبتدى قد يكون فعل إلى غير ذلك مثل عاد الحجاج الحجاج هنا فاعل مرفوع لمطرفه الضمه الضمه هنا ظاهر هنا هذا الأثر من العامل اللي هو الفعل عادة ورأيت الحجاجة مفعول به منصوب ظهرت الفتحة هنا في آخره بسبب العامل قبله سلمت على الحجاج سلمت على الحجاج فالحجاج هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسر ظهرت والإعراب كما قلنا أثر ظاهر أو مقدر فالإعراب الظاهر ما لا يمنع من النطق به مانع كما شهدنا في الحجاج الحجاج الحجاجة في الجملة السابقة يظهر بلا مانع يظهر تظهر الفتحة فتحة ظاهرة فتحة ضم ظاهرة كسرة ظاهرة وقد يكون نوع آخر من الإعراب يسمى الإعراب التقديري يعني الإعراب التقديري أو ما معنى الإعراب التقديري الإعراب التقديري هو الإسم معرب ولكن هناك مانع منع من التلفظ بالحركة الإعرابية في نهاية الكلمة قد يكون المانع إما تعذرا وإما استثقالا وإما مناسبة ثلاثة موامع تجعل الإعراب التقديري إما للتعذر وإما للثقل وإما للمناسبة سننضع ذلك الآن فالتعذر نحو حضر الفتا حضره الفتا كلمة الفتا هنا فاعل مرفوع على رفعه الضم أين الضم؟ الضم غير ظاهرة مقدرة لماذا هنا؟ للتعذر يعني التعذر يقصد به أنه معذرة نعم للتعذر يقصد بالتعذر أننا يتعذر على جهازنا الصوتي أو النطقي أن ينطق بالضمة على الألف هنا فلا يصح أن تقول حضر الفتاو تغير الكلمة هذه كلمة ليست موجودة في اللغة العربية اسمه تعذر لأن الألف هذه لا تقبل أي حركة حرف ساكن الألف الليينة حرف ساكن لا يقبل الحركة أما الاستثقال يستطيع الجهاز النطقي أن ينطق بالحركة ولكن فيها ثقل فعدل القاضي القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة لماذا؟ هنا للثقل يعني للثقل نستطيع أن ننطق بها ولكنه فيها ثقل في الكلام فتقول عدل القاضي فيها ثقل فجاءت اللغة تخفيفا على المتحدثين بها قال هنا تقدر الحركة ولا تظهر لأنها ثقيلة واللغة تسعى إلى التخفيف على أهلها أما السبب الثالث وهو المناسبة يعني المناسبة أحد أنه مناسبة يعني هو مش دائما في هذه المناسبة لكن حالة طارئة كذلك عندنا في اللغة هناك كلمات جاءت إليها مناسبة طارئة جعلت الحركة غير ظاهرة مقدرة وذلك قبل ياء المتكلم ياء المتكلم هذه إذا اتصلت بكلمة تحتاج إلى أن يكون ما قبلها مكسور لازم لازم الحرف الذي قبل ياء المتكلم يكون مكسور لابد أن يكون الحرف الذي قبل ياء المتكلم مكسور كيف؟ مثلا هذبني أب أساس الجملة هذبني أبي كان أساس هذبني أب فاعل مرفوع رمطرفي الضمة الظاهرة عندما دخل عليه هذا الضيف مناسبة عنده الآن على كلمة أب فأصبحت أبي أبي أين ذهبت الضمة اختفت وحل محلها الكسر لماذا؟ المناسب ليا المتكلم نقلنا ياء المتكلم المناسب لها أن يكون الحرف الذي قبلها مكسور كما أن الضيف مناسب أن تكرمه فكذلك إكرام ياء المتكلم أن يكون ما قبلها مكسور ويعرب الاسم بحركة مقدرة منع منظورها اشتغال المحل لحركة الكسر المناسب ليا المتكلم فتقول هذبني أبي هذبني فعل ماض ولياء مفعول به وأبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة لماذا؟ منع من ظهورها ايه؟ منع من ظهورها اشتغال المحل يعني اشتغال محل الضمة اللي هو الباء بحركة المناسبة ليا المتكلم بحركة المناسبة ليه مين؟ ليه المتكلم ياء المتكلم من مناسبها الكسر فختفت الضمة وجاء مكانها الكسر المناسب ليه المتكلم طيب ما أنواع الاعراب أنواع الاعراب اربعة الرفع ويدخل الاسم يدخل الرفع في الاسم وفي الفعل والنصب كذلك يدخل الاسم والفعل أما الجر فهو خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعل يبدأ عندنا الرفع للاسم والفعل والنصب للاسم والفعل والجر للاسم فقط خاص بالاسم فقط والجزم خاص بالفعل فقط ما هي علامة الإعرابي في اللغة العربية علامات العراب إما علامات أصلية وإما علامات فرعية العلامات الأصلية أربعة والعلامات الفرعية لها مواضع في اللغة العربية سيطول فيها الحديث نجعل لها بابا مستقلا إن شاء الله تعالى فما هي علامات العراب الأصلية علامات العراب الأصلية الرفع له الضم والنصب له الفتحة والجر له الكسرة والجزم وهو حذف الحركة له السكون الجزم له السكون وهو حذف الحركة هذه العلامات الأصلية أربع علامات أصلية ضم فتحة كسرة السكون أما العلامات الفرعية لكن سنأخذ لها بابا مستقلا في مواضعها لها أبواب مختصة في النحو العربي نبدأ فيها إن شاء الله تعالى في الباب الجديد أو الفصل الجديد من فصول النحو العربي وهو مواضع علامات الإعراب الفرعية فإلى لقاء إن شاء الله تعالى